المسيرة الخضراء التي نحسف اليوم بإكتراف الأسئلة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الدكرة الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء هو خطاب يدعو الدرجة الأولى إلى تفعيل العمل الميداني والابتعاد عن المشاحنات وعن الأمور التي لا يمكن أن تحقق لوحدتنا الترابية مكاسب جلالة الملك من خلال خطابه دعا جميع المتدخلين وجميع الفاعلين سواء الحزبيين سواء الطرابيين سواء جميع المواطنين المغاربة إلى مضاعفة الجهود من أجل تنمية الأقالم الصحراوية ومن أجل كذلك خلق دينامية متميزة بهذه الأقالم والابتعاد عن المشاحنات التي لا يمكنها أن تحقق أي شيء كذلك هذا الخطاب يمكن اعتباره بمثابة خارطة طريق للعمل الميداني الذي يمكن تحققه بهذه الأقالم كذلك ركز جلالة الملك في خطابه السامي على ضرورة تنمية الواجهة البحرية خصوصا وأن المغريبي توفر على وجهة البحرية متميزة وخطاب جلالة الملك كان واضحا في هذا الجانب باختصار الخطاب السامي الملكي كعادته كان خطابا مباشرا كان خطابا يتميز بنوع كبير من الصراحة بنوع كبير من التوجهات التي يمكن الاعتماد عليها في رسم خريطة التنمية بهذه الأقالم العزيزة علاقة بالخطاب الملكي السامي لعيد المسيرة الخضراء المطفرة والتي حيى الشعب المغربي اليوم وكما ألفنا في جلالة الملك بعد نظره وحكمته ورزانته وعدم انزلاقه في مخططة شويش التي تنهج وجبت البوليساريو وذهب صاحب الجلالة إلى التركيز على البعد التنموي لمناطقنا الجنوبية وكذلك للبلدان المطلة على المحيط الأطلسي حيث أصار شعب الزلالة نصره الله على أن هناك 23 دولة يجب أن توحدها وجهودها لكي تتم استغلال الواجهة الأطلسية في بعدها الاجتماعي وبعدها الاقتصادي وبعدها الأمني كما عرج صاحب الجلالة على دول الساحل والتي ركز صاحب الجلالة والتمس من خلالها بل واقترح أن يكون هناك تجمع لدول الساحل للاستفادة من المحيط الأطلسي وجعل صاحب الجلالة البناء التحتية من سكاك حديدية ومطارات وقطارات وطرق السيارة في خدمة هذه الدول وما هذا إلا دليل على أن صاحب الجلالة كما ألفناه دائما يولي البعد الإفريقي الأولوية ويعطيه الأولياء في كل خطابته راجياً صاحب الجلالة راجياً من هذه الدول أن تتفهم ما يصب إليه وأن تتفهم بعد نظره الرامي بالدرجة الأولى إلى تنمية هذه البلدان تنمية شمولية اشتراكية تضامنية وهذا هو النهج وهذا فلسفة صاحب الجلالة وحكمته وماذا تبصره عوضاً أن يرد على شرتمة القوريزاريو فنحن نقول لهم كمغاربة بلسان محمد السادس صلى الله بما المغرب بلده العمل وليس بلده الطرهات ونصر الله صاحب الجلالة وأبقاه دخراً وملداً لهذا الوطن وشكراً لكم اليوم نحضر في إطار فعالية الاحتفال بذكرة 48 لذكرة المسيرة الخضراء المضفارة ومرة أخرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله يؤكد على تتمينه لكل مبادرات التي تقام بأقاليم الجنوبية الحبيبة كذلك يؤكد على ضرورة استكمال المشاريع التنموية الكبرى بالأقاليم الجنوبية كما أنه اليوم أكد على أن الاهتمام بالواجهة الأطلسية أضحى أمراً محسوماً باعتبارها اليوم هي البوابة عندها الإفريقية وصلت الوصل كذلك بالمغرب وإفريقيا وعديد كذلك المكونات في المحيط الإقليمي فشيء جميل اليوم أنه الاهتمام بالجانب السياحي في هذه الواجهة الأطلسية وكذلك التأكيد على أنه تلزم هذا الاهتمام بالواجهة الأطلسية والرقيبها يلزم أننا أن الدولة المغربية تهتم أكثر بالبنية التحتية وأن تسهم كعادتها تحت إشراف وبطبيعة الحال مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادسان صار الله على الرقي البلاد ديالنا ونرى أن المغرب الحمد لله كان ولازال وسيضل دائماً في خدمة المواطنين دياله رعاية صاحب الجلالة وكذلك في خدمة هذه المملكة المغربية لك نشوفها دائماً من حسن إلى أحسن بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ستانو وانبير 2023 بمقر عملة زغانيت ملول حضرنا جميعاً الاستماعي للخطاب الملك السامي بالمناسبة هذه الدكرة دكرة ستانو وانبير المجيدة المسير الخضراء المضفرة بطبيعة الحال بهذه المناسبة نتم من مضامين الخطاب الملك السامي اللي بطبيعة الحال ذكر بطبيعة الحال السياق هذا الحدث الوطني الهام به كما جاء في الخطاب دي جلالة الملك تم استعادة يعني الأقاليم الجنوبية وأكد دي جلالة الملك على أنه هذا الواجهة الأطلسية يعني هذا هو المعطل جديد في الخطاب الملكي إذا كانت الواجهة المتوسطية هي واجهة والواجهة ديالنا البوابة ديالي نحو أوروبا فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو أفريقيا وكذلك مطلة على أمريكا جلالة الملك جاء في الخطاب دياله كذلك أنه سيسعى إلى يعني تأهيل هذه المناطق الأطلسية من خلال وحد عدد ديال التجهيزات لغدار وركز على هذا الموضوع ديالة حلية المياه البواعد الفلاحي وركز كذلك على البواعد السياحي ثم لهذا الأنبوب ديال الغاز وأذكر كذلك جلالة الملك في الموضوع ديال الجدية اللي كانت موضوع خطاب سابق وأكد على أن هذه المنطقة المتوسطية امتداد إلى إفريقيا غتها إن شاء الله لمزيد من الإنجازات في هذه المنطقة جلالة الملك محمد السادس اللهم كله ولي ونصير وضغير ومعين واحفظه الله وفي حله وفي حاله ترجمة نانسي قنقر